الدخلة اقصى عقوبة راو تنتظر الشرط اللي قتله ستة واللذين شهر ماكس بقى سادي بو انت ينوفل وش بش يكون يعني التقرير الاخيرة خطر كما في فلويد صرت من لول تحاكمه بعد هبطت الفيديو كامل بورت اني هو زيد اغلط الهنى ليه الهنى حسب الفيديو قد فرجت فيه هنا وتبعت الحكاية انه صرت نبزة بينه وشكون في البلسة اللي هما فيها جابوله الحاكم كان التعامل عنيف رو بالحق ما تراني جا نقول لك رو يمكن من اعنف البوليسية في العالم رو هما بوليسية الامريكا رو من اعنف وعندهم الحق يستعملوا سلاح وقت ما يحس هو مهدد طالش معناها وقت ما يحس هو مهدد معناها وقت ما يحس هو مهدد حتى قرم تيد جمدي وشك فيك تشوف حاجات غريبة جدا وهذا يعطيك فكرة على حقوق الانسان في امريكا اللي تعطي فينا هي في دروس على حقوق الانسان اشوف حقوق الانسان عندهم مهدد اما الغادي عندهم حق السلاح اما يقولوا انه بشتخدم كاميلا هاريس نوف لخطر هي بطبيعتها من سمرة البشرة معناها وهذه جاتها كما قلوا احنا على طبق كدو على طبقة من ذهب انه بشتخدم بيها كما قلت بليل اعنف شرطة في العالم الشرطة الامريكية عمناول الفين واتلافة وعشرين الشرطة الامريكية قتلت الف ومئةين شخص اي ياكسي دونات وحكيت يلا الانتخابات ساعات قبل ما تبدأ الانتخابات نحكي لكم شوية بعد كل واحد يعطيني رايو الانتخابات اول نهار ثلاثة من نوفمبر كل اربعة سنين من المقرر ريتم تنصيب الفائز تنصيب رسمي نهار عشرين جامل في الفين وخمسة عشرين الحملة ريتب ده بخمستاشر مرشح تسعة جمهورين ربعة ديمقراطين ومجرشحين مستقلين ثم صارت الثلاثاء الكبيرة ذاك وزوز من ناس زوز من ناس ترشحوا في كل ولاية تصير انتخابات يصوت فيها المواطن الامريكي للمندوب بأصواته لصالح احد المرشحين يقول لنا مع فلان ومع فلان يبدأوا يصوتوا لازم مرشح بالشربح يكون عنده ميتين وسبعين صوت على خمسة مية وثمانية وثلاثين من المندوبين اشعلنا في الامور التقنية ولكن هكذا انتخابات يعني في بطاقة الاختراع يختار المندوب ما يختارش المرشح نفسه فما شوية تعقيد لهناي نجم المرشح يفوز بأكثر عدد من الاصوات على المستوى الوطني كما صار مع إيلاري كلينتون كانت تذكره عام 2016 وما يربحش في المجمع الانتخاب ويهزم في الانتخابات فما تقسيم معين في امريكا ما فاميش هيئة انتخابات كل ولاية تقسم الانتخابات وحدها عليش ديما الديمقراطي والجمهوري مرشحين زوز أحزاب أقدم أحزاب من أواخر قرن 19 عندهم أكثر منتمين وديما هما يربحوا في الانتخابات التمهيدية معتها بالتقليد شوفوا فرانسا ماذا انكي جي ماكروت كسر الريتم يمين يسار الفيل ضد الحمار شنيه الفيل ضد الحمار وصحي يقولك حتى نسيبه خليه الفيل ضد الحمار على شو وصفهم هك لحظة لحظة الفيل اللي هو ترى كيفاش يعمل كيفاش يقول الحمار حمدول الله يارب الفيل هو رمز الحزب الجمهوري ترامب القوى الاقتصادية والدفاع عن القوى التقليدية والسياسية المحافظة أشهر رؤساء الحزب الجمهوري روزفيل جورج بورش نيكسون وغيرهم والحمار رمز الديمقراطي لمشتاشة حاريس لالتزام بحقوق الفئة العاملة والاصلحات الاجتماعية أشهر رؤساء الحزب الديمقراطي كينيدي كلينتون أوباما على مدار تاريخ السياسي الطويل ما توليتش حتى مرامة منصب رئاسة في أمريكا معتشو التطور وكذا حتى مرامة ربحت كلينتون مرة الوحيدة اللي عام 2016 وخسرت وبرشة ناس يقولوا تستحق تربح ولكن في الأخر لأنها مرامة صوته لهاش الأمريكان دونك أريس هذية تولدت في كاليفورنيا لأبوين مهاجرين هندي وجامايكي ترامب رجل أعمال كين حكوم أمريكا عام 2016 الانتخابات مش تكون دونك 5 نوفمبر علماً وفما ناس اليوم في أمريكا تصوت بالبريد ما تمشيش يلا يطور مش لازم تكون في مركز الاقتراع وللأسف متخلف أمريكا قولي عليش سوفيان عليش سينو معندهم مش لحبار ويا نوفل كان تسمح لي نعلق والحمار الحقيقي أو عملية الاستحمار اللي صدق سياسة الأمريكية هي تبادل أدوار مرة ديمقراطي مرة جمهوري هونك تشوف على مداء سنوات كيف بعضهم وجهنا اللي عملة واحدة خستن في السياسة مع العرب شوف التدمير شوف القتل شوف الكلام اللي يخرجوا فيه والمفاهيم الغالطة والمغلوطة احنا مع اسرائيل واضح فما هي السياسة المسلمين لحد الآن باش ينتخبوا أريس وأريس توا في اخر ستطلعت رأيه متاع اليوم هاربة شوية إلى حد الآن هي ربحة تنبعطها حتى وعودة طلعت هي ربحة شوية بالنسبة للعرب في أمريكا مقسمين بين ريس وترامف المسلمين أكثر بعد تصريحة الأخر اللي عملته جمع هذي قلت سأفعل كل ما في وسعي باش نوقف الحرب اللي قادة تصير في غزة معناها كين ربحت اينا نوعاتكم اللي عدفة ما يبدأ هاي فولا دونك اذيك اللي شو مسلمين والعرب اللي عادم غادي هاي خطر عندهم صوت بيانصد في أمريكا ما هو ما ترعني جا نقول لك رو انتي تقول نفس السياسات رو خطر احنا نخزرهم من برأ خطر احنا ساعات نبدون نستنوا فيه مش كون بش يجي بش يكون قاليخ الكف هما سياساتهم الداخلية هما سياساتهم الداخلية مش كون يحب يخدم برشة على النظام الصحي على النظام التعليم على النظام المالي هما العركة عليش كتقول لي انتي كيف كيف هما بانتي بالنسبة لي كيف كيف هما عندي شعوبهم تاحهم وعند الناس المريكا مش كيف كما قال بيليل هاو نقرأ مثلا ترامب خفض الضرائب كان دخل مرتفع تمسك بسياسات امريكا اولا تعزيز الاقتصاد الامريكي قريس الفجوات الاقتصادية زيت الانفاق العام توفير الحماية الاجتماعية اكثر الاخر لا ويتماشى مع اكثر التقدمية الانفاق الاجتماعي الاستثمار في البنية التحتية على الرعاية صحيح هذا هو حتى 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 مذكر موضوع خارجي فالألا فالاخر معتها لا اوروبا لا بلاد اخرى معتها العربي والاسلامي راهن على امريكا في كل شي وهي يعتبرها شرطي العالم ثم كان راهنوا على انفسهم راهم تقدموا نعطيك مثلنا الصين هاي ما راهنتش على امريكا وتقدمت وبرشا دول اخرى احنا حاطين حتى تصورهم سينوفل في بعض القنوات العربية يستنعوا كأنه كانيه الانتخابات تصير في بلدانهم شوف برشا مصالح ما ترأى رد بيلك الانتخابات الامريكية مثلا مهمة جدا في الشرق الاوسط الشرق الاوسط مهمة جدا مش كيف نحنا لاني في شامل افريقيا يمكن ما نعتبروش حاجة معانيها معانيش معانيش موكم مربوطين ما في الشرق الاوسط المهمة جدا مهمة على خطر اين كاللي بشير باح مش يواصل السياسة في شخص معتما حتى كي جاء ترامب ويفيس وكذب بعد طبص رأسه ومشي معتما وسعودية عملت بردفير وكذب معتما وفما دولة عميقة في امريكا هي اللي تقرر شكون وفما مجلس شيوخ وحبس التوجهات السياسية في العالم معناها برش حسابات اما انا انا اتألم واتأسف على الوطن العربي لمراهن على ترامب ولا على هاريس كلهم مراهنين اهو حدثوا عالمين هاو شاد بايدن شنوه ماو كان نفس ممنى في اللول وبعدين شنوه اللي صار يكبر جرائم صار في عام بايدن المسلمين توا مع هاريس اللي في امريكا بالنسبة للعرب مقسمين بين ترامب وكذب وكذب ما سوفيان سوفيان نشبيك تنفخ وما تحبش تحكي فيه لانه انا في قناعتي هذية والحالية الان وهنا انه الكيان هذي الامريكي والصهيوني والاوروبي بصفة عامة لا يمط للواقع بسيلة وما يندب لك ان ظفرت وزايد باش تنتظر من اي دولة اخرى في العالم ولا كذا ضرب المكشوف طو قدم الناس كليك وقت يقروا انهم يجوعوا ناس يقتلوا ناس يردموا ناس حتى حد ما بشي حكم فيهم وتتب حق جميع القوانين الدولية وجميع اللغة اللي حقوا بها متى حرية الانسان وحقوقة معنا شكونوا وكذا ومنها فلا راح دي مار ترسع ابراهيم يطلع خليفة ماليو مال وليد عندك كلمة وليد رد بل في الانتخابات وليد علاقاتنا الداعمين الوسيلي لا الاسلميين دعمين ترامب اسلمين اي معناها المسلمين المسلمين خطفهم فرق ليه المسلمين نحكي على المسلمين اي مش الاسلمين اي نحكي على الاسلمين هما بدى بسياسي هما اخزاوا السياسة عاملهم الاسلام بسياسة صاحيت طول حلو موضوع به بهد داكور خلني أنا وليد ديما ننصحك بقولك ما تحكيش لو دبالك نمشي البرامج عبيدو خليل تلزك تحكي والله إلي ثبا بيلين واحد قالك قال كلمة مشكوله ما تقولش واحد قالك في المحمود فضل قول قول اللي ناطق باسم المسلمين مع ترامب ما نعرفش تنذكر اسمه تنعتيك اسم قال ترامب ربي منعه من عندها الزوز اغتيالات مش بالسهل ها نخش وفراخه باك بهما أجهة الجهة هي المسؤول على المسلمين في أمريكا المسؤول على المسلمين المقرونة عنا المقرونة يلا مامي صنفة